تفتكر ايه ورا العزومة دي يا عمبي اه انا عارف ولا انت بقى اخصى عليك يا صابح بقى تخبي علي حكاية زي دي حكاية حكاية ايه اقطع درع منهم اين مكان ورا الحكاية دي جواز 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 مين مدام الودب هكت هو اللي عزم نفسه عند الحج سمعين ابو علي يبقى حاطت في دماغه الو تجوز بنته شريف كلم ايه ده يا مسعيدة المعقول ده احسن من مرانة لا 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 عارفة لو اللي بتقول ايه ده حقيقية كانش الحج سمعين جيل غلط هنا وسألني اه اه مصوبش اه ماهو يمكن مخابي ومش عايز يقول اه اه ماهو راجل غويل تبير ولا يمكن الحج سعيد لسه مفتحوش في حاجة ده راجل لا يمكن يعمل ايوتها حاجة غير لما يفكر فيها مرة واثنين وثلاثة طب اسمعي بقى انا جات لي فكرة ما تقول الصبحة تجيلك هنا ها ولما تجيلك بقى ايه ده حل بيها في الكلام وديها لزيها فعرف منها كل حاجة صبحة مين يا راجل ما تفوقوا تصحى معايا كده هي صبحة دي بتاعت زمان صبحة دي دلوقتي مرات الحج سعيد على سن ورمح وابنها يا خوية هيبقى وكيل النيابة يعني من يقدر يوقف الكفر كله على رجل السلم ليه؟ كان ابناها بجد؟ ما احنا عادتين لبير وغطاها؟ بقولك ايه؟ الكلام ده خلاص خلص ولو خدت واحد واحد في الكفر وعدت تغنها له على ربابة محدش حيصدقه ليه بقى؟ ده انا العمدة ايه العمدة على كل واحد في الكفر لكن على الحج سعيد لا لأ وبقولها لك تاني هون لأ وعفضل اقولها لحد بكرة دول حافظين مقاموا يا راجل اكتر من مقامك على العموم انا حروح لصبحة واعرف ايه الحكاية عشان اريحك وترتاح انت كمان؟ مش مصلحتك ايه مصلحت ايه مصلحت ايه مصلحتك بقولك ايه باتيجي نعزمهم احنا كمان تعزم مين يا راجل الاول سبني اجيب قرار صبحة عندي حق انا كمان عايز اجيب قرار اللي في بالي قال ايه ايه؟ بيسأل الناس اذا كان وانت ملك انت ايه؟ ايه؟ نعم انا عايز التويتر دي معك اتنين ستات والبنت دي كمان اتروخوا تنظفوا الصرايا بتاع المرحومة وتهضبوها قصوصا القاعدة البرانية دي ما ينفعش واحدة ولا اتنين دي من يوم المرحومة ما ماتت بحدش دخالها ما عايش نظفوا اي حتة كده يعطيها الرجالة وهي الصرايا دي بتاعتنا؟ المال حكوم بتاعت مين يا بتاعت المرحومة وسايبة الابناء المرحومة ما ثابتش حاجة لحد الهوي حاج؟ انت غيرت كلامك ولا ايه؟ انت مش قلت ان المرحومة سايبة الصرايا دي الباهجة لما يتجوز من غير شر؟ ايوة ده كلامة قال كده في ساعة حزن انما دلوقتي احنا بنتكلم كلام العقل مش معقول يكون عندي صرايا طويلة عريضة كده واسبها للتعبين والتعالب عشان تلعب فيها خلاص ننظافها ونقفلها تاني لا ننظافها ونستعملها وبقولك ايه؟ انا مش عايز واجع دماغ ولا كلب بتنفر الموضوع ده الا اقولوا يتنفذوا بس انا عايز الصرايا دي بتبرؤة انا بحب الصرايا دي قوي جواز؟ انا حد من ولادي حيتجوز وانا مدرش يا خاتي مين اللي قالك الكلام ده؟ يا اختي الحج اسماعين ابو علي هو اللي قال للعوم ده حج اسماعين؟ اه لاه لو عشان ما عزمنا عنده خد يا اختي يبقى خلاص؟ حد من ولادي حيتجوز بنته؟ يردنا يا اختي ما صدعنا عنده لقمة لكن هقول ايه؟ الله يجازك يا بهجة يا ابني لا يا صبحة لا الكتب خيبة يا اختي الحج اسماعين ما قالش ان حد من ولادك هيتجوز بنته كل اللي قالوا الراجل ان ابنك اسم النبي حرصوا بهجة عايز يتجوز انما يتجوز مين؟ الله واعلم مجي حاجة توحل بردك يا خالتي؟ انا بردك هجوز الزغير قبل كبير؟ ليه؟ ما عنديش اصول انا ولا ايه؟ لا يا اختي ما انا عارفة طب انا قلت اسمعي اسألي العمدة شوف انا قلت ايه؟ قلت له لممكن ابدا صبحة تفكر تجوز حد من ولادها من غير مكشور ليه؟ هي العيلة مفيهاش عريس ولا ايه؟ ده بنات ولادي العريس والعرسان عليهم كده بيتخنقوا عشانهم ليه لاش بس انا والعمدة قلنا نسبنا ما يطلعش بره ابدا كل شيء اسمه ونصيبي يا خالتي انا يختي عيالي متعلمين كل واحد فيهم ياخد العروسة اللي تعكبه وانا وابوهم متفقين محدش فينا حيتحشر الا لما كل واحد يختار عروسته بكيفه على اموم يا صبح انا عنتلك الكلام المفيد العرائس عندنا كتير وخلي حد من ولادك يشورى على اي واحدة فيهم واحنا ساعتها لا حنقول حتدفعه كام ولا حتجيبه اي عارفة والله يا خالتي واحنا يختي حنلاقي نسب احسن من نسبكم وعلى رأي المثل الضفر يختي ميطلعش من اللحم والقريب أولى من الغريب اعمل لك قهوة تبلع الموز يختي مالك بقتي بخيلة كده زي جوزك ما انا قاعدة من الصبحة هو ما انا رداش لا فاشر انا بخيلة انا ايخش حدوت في حجرك طبق الفاكهة ومستنية عليك تخلاصي واتيك لسه ما خلصتش لحد دلوقتي وبعدين قطع لسانك من لغلوه ويا خالتي لمؤاخسة انتي ازاي تقولي على جوزي بخيل هي في البلد كلاتها في حد في كرم الحج ساعد التجوز اللي تحجبه مش مهم انا المهم عندي ابوه ومال ابوه حضرته بيزن على خراب عشه انا مش فاق هو حصل منه حاجة ايوه بيعض الايد اللي تمديت له سعيد ايوه سعيد الصايع الضايع اللي احنا لم نامن غير ما نعرفه قاصله ولا فصل الكلام ده ملوش لزوم دلوقتي يا عمدة خلاص فات قوان البيه قليل الاصل قال ايه بينظر على العمودية ايه سعيد اصدك المرحوم سعيد يا سيدي يا سيدي يا سيدي ايه الحلاوة دي خلاص يا سيدي بضطلك في القفص خالفتك الحاجة مسعدة هتوقفلك احفادها البنات طبور وانت بقى عليك تختار احلى واحدة فيهم يا عم ايه الكلام الفرغ اللي انت بتخلضن بيه ده انا خلاص يا ابني اختارت ورسيت اما امر غريب قوي حد طائل يا ابني دي فرصة ما تضيحاش من ايديك فرصة ايه وبتاع ايه يا ابني بقولك انا بحب شريفة وهي بتحبني ولا انت فاكر المسألة اخزار وانت بقى متأكد ان شريفة بتحبك طبعا متأكد مال انا ايه اللي اخرني لغاية دلوقت عن الجوازة انا كنت متسن اللي انا بحبها وهي بتحبني وحب اقولك على حاجة بقى علشان اطمنك شريفة هي اللي شجعتني ان انا اتقدم لها واختبها والكلام ده بقى من امتى من حوالي شهرين شهرين عايز تقولي انك حبيت شريفة من شهرين بس لا انا بصراحة بحبها من زمان بس كنت خايف اكلمها ايه خايف تكلمها يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني فيه واحد يحب واحدة وخاف يقولها ان هو بيحبها مال هتعرف ازاي ان هي بتحبك وهي كمان هتعرف ازاي ان انت بتحبها اسمح لي اقولك يا اخ مجدي انك راجل قفل وقفل مصدي كمان صدق بالله اللي انت بتقوله ده هو العيب والغلط كلام ده عندكو في مصر هناك احنا هنا في الارياف يا سباهجة وعندنا اصول وقواعد اللي بتقوله بقى ده هو العيب وعيني العيب كمان ماشا سيدي انا راجل معيوب لك حقك علي بس خلي في بالك ان انت عندك فرصة وفرصة ذهبية كمان كل بنات العق اللي صامح يا مجدي انت بتقوله هنا للعمدة يا حضرة العمدة ولا يا جناب العمدة بالزمة مش انت هايف انا هايف ماشي يا سيدي مقبولة منك بس لازم تبقى عارف ان احنا في مصر عندنا تقاليد بنقول للبي يا صاحب العزة وبنقول للباشا يا صاحب السعادة احنا هنا بقى بنقول للعمدة يا عمدة والناس الغلابة بيقولوله يا حضرة العمدة فهمت؟ سلامات يا عمدة استنى يا ابن انت استنى روحى نوسيقى بس بعيدة يا عمدة لسه! يظهر ان مفيش في بلادكو حاجة لواحد يعرف يستدهر لا! بيظهر عليك ان انت اللي مش شاط طلع استنارة وحط فيها بتعمة كويسة وانت رايحة فينا على كده نازل المركز! اشوف ناتكتي تلعت ولا لسه؟ طب ما... ما اجا وصلك لا! خليك انت في السيد احده انا بتكلم بجد مش بغضل ما هو ممكن يعني اخوك ماجدي يزعل ولا حاجة؟ اخوها ماجدي مين؟ باسبك مني تعالي اخوها مجددا والله وقبرت يا بيجا يا اوي ايوه يا حاجة بس اللي انت بتفكر فيه ده حيكلفك كتير اوي يكلفني ايه يا فالح؟ يا ولد انا حبق الامدة وبينه بينك انا بكره الرجل الامدة مطويلة ده اوي ايوه يا حاجة بس انت قبل ما تاخد من الناس لازم تديهم لازم تديلهم المعاملة الحسنة لازم تبقى قريب منهم يا حاجة والمزنوق تقف جنبه وتفك زنقته الله ده انت عايز نفتحها تكيه؟ ايا مش كده بالظبط بس لو سمحتلي يا عبا يعني انت بتحب تاخده بس انا بدي اكتر من اي حد بس نزل القطط بتاكل وتنكر تاكل بس وتنكر اي حاجة؟ وانا ابنك انا مش اخدعك تسمح تقولي انت عملتلهم ايه؟ خلاف الانذارات اللي اقتبعتها لاي حد يتأخر في السداد الكنبيالات اللي عليه؟ بديهم فلوس بديهم فلوس كتير تفك زنقتهم وقزمتهم بتديهم فلوس لوجه الله يعني يا حاجة؟ وهو ليه شوية؟ هو لو حد فيهم راح البنك هيعبره وهيطلب ضامن انا بديهم وبوفر عليهم المشوار كمان بس اللي عايزي بقى عمضة صح ما ينفعش يشتغل بنك على اهل بلده كلام الفارغ عمضة صح وبنك معناته ايه كلام الفارغ دال؟ معناه يا حاجة انك انت علشان تكسب الناس لازم تديهم الاول عشان تاخد رضا ايه الهم اللي هيطلعلي في البيت؟ مان عشان كده يا حاجة بقولك بلاش فكرة الهومدية دي؟ لا انا قلت حبقى الهومدى يعني حبقى الهومدى مهما اتكلفت وعلى فكرة يا ولا مجدية انا اصلي بحبك قوي انا حبقى روح لعمل حاجة اسماعين واختوبلك بنته ايه اصلي ده راجل وهو عزوة وانا عايزك تجرجر وهو وعزوته وراك صدق الواد مجدى اخويا اخد عني فكرة وحشة قوي قال ايه انا مش بتاع جوازي عنده حق وعنده حق ايه بقى؟ اصلي يعني مش افتكش اخدت اي خطوة جد في الموضوع ده لحد دلوقتي وانا بيني وبينك كده انا مش ناوي اخد اي خطوة جد في الموضوع ده دلوقتي لسه ما اخد الليسانسة بتاعي طيب اه على الاقل تاخده طيب ايه يا خلينا استعجل انا اخد الليسانسة بتاعي وبعد كده ادور على وظيفة محترمة وبعد كده بقى ابقى افكر في الجواز براحتي طب افرت يعني مثلا انك لقيت واحدة وحبتها وهي كمان حبتك قوي هتفضل بقى مستنياك لحد ما تخلص دراستك وكمان تشتغل والله اذا كانت بتحبني استناني لو مش عايزة هي حور يعني ده اخر كلام عندك وانا كلامي مش عاجب كل حدا لا بس كلامك ده محتاج شوي التفكير التفكير؟ والتفكير ده من مين بقى على فكرة انا اتاخرت قوي ولازم امشي دلوقتي حالا احنا ملحقنا قصدي يعني ما لسه ما عدناش مع بعض انت زيقتي ولا ايه لا بالعكس انت قادتك زريفة قوي بس انا خايفة خايفة؟ خايفة من ايه؟ من حاجات كتير فيش هنا حد لحزبه وانا هخش ادفع الحساب جوه وهرجع عشان نتكمل كلام براحتنا شريفة 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 كنت فينا يا شريفة لو سمحت يا مجي سيبني دلوقتي خالص انا رجعت عبانة ومش طيق اتكلم طب انت ما قلتليش انت عملت ايه؟ شريفة يا نتيجة زهرت شريفة ملك يا شريفة هي النتيجة زهرت؟ لا ياما لسه مزهرتش الله طب ملك يا بيت تكونش عرفتي حاجة ومخبية علي حاجة ايه بس ياما دي لانا هعرفها واخبيها عنك الله مالمالك بوزك الشبرين كده ودخلا سكتها ما بتتكلميش تكونش النتيجة زهرت وانت مخبية علي تقول ايه سقطي؟ طب واحيا هوا انت كنت هتشتغل بالشهادة يعني ولا هتشتغل بالشهادة لا يا حبيبتي لا البركة فابوكي وعزابوكي وارضابوكي واتيكي شايفة اهو الهرسان رايحين جايين علينا الدقاء وليلي بقى مالك يا حبيبتي بقولك ايه يا اما انا راجعة عبانة ومش طيقة اتكلم هدخل اغير هدومي وانامي شوية يهو 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 السلام مالك مقدم كده ليه؟ مجدي مجدي هرجوك سيبني فحالي انا مش نقصك مالك يا ابني مبوز ليكت؟ الشريفة النهاردة قبلتني مقابلة وحشة جدا مقابلة وحشة جدا وده كان امتى الكلام ده؟ معارضك تراجع من المركز الساعة اثنين كنت وقف مستنيه عشان اتطمن عليها في النتيجة بتاعتها ولما حاولت اكلمها لقيتها بتقولي من فضلك يا مجدي سيبنا انا تعبانة طب و ايه المشكلة؟ ما تليها فعلا تعبانة وبعدين واجب عليك برضو يا مجدي انك تراعي سيلوا بلدكو مالو سيلوا بلدنا مش انت اللي بتقولي سيلوا بلدنا بنات مصر غير بنات هنا هنا فيه عادات وتقاليد وده دخلوا ايه؟ دخلوا ان ما انفقش يا صاحب انك تخرج معاها عمال على بطال الناس يقولوا عليك ايه؟ لازم يا حبيبي تكون خطبها حتى خطبها ما تنفقش لازم تكون امراضك تفتكرة باجة ان ده السبب؟ ايوه هو ده السبب ولازم بقى اتعرف حاجة مهمة جدا شريفة دي بيت متربية على الاخر وعارفة عن ايه عادات وتقاليد واصول اترى مني كلمت ابو يولى لسه اقطع دلالي انما كانت النتيجة ظهرت وليلي يا بيت انت سقبتي؟ وبعدين بقى ياما احلفلك بقين النتيجة لسه ما ظهرتش ومعرفش عنها حاجة عجاي امالي يعني راجعة من برا متغير على ام وبعدين بقى كمان فل اسمه مجدي ده مجدي؟ ابن الحج سعيد؟ امالي يعني حيكون مجدي مين؟ هو في حد في الكفر كل اسمه مجدي غيره؟ مالو مجدي يا اختي عملك ايه بقى؟ في الرايحة وفي الجاية لقيه كابس علي بالحصان بتاعه وعايز يوقف يتكلم معايا يقولوا ايه يعني الناس لو شفوه هو بيكلمني كده يتكلم معاكي؟ يتكلم معاكي في ايه؟ انا عارفة بقى انا والله احترت مش عارفة باكت ولا مجدي خلاص بقى مش عايز قلب الدماغ حبقره هتهبه باختباره الزمة ده شكل واحد رايح يخطب لابنه ده بدل ما تفرح ووشك ينور مفرح طب ما تحزم كمان وارقص اقل ما فيها يا اخويا ده اول فرحتنا هاكت هتروح للحاج اسماعيل امتا؟ استنى علي الاول اروح اشوف حكاية القطن واوزنه واعرف راسي من رجليه واحنا مانا ومال القطن يا راكل لهي فتحة الودا اللي هتعطره دي كلها ساعة زامن رايح جاي بكرة تاخد بهجة ومجدي وتروحوا للحاج اسماعيل بهجة ومجدي؟ طب ما تيجي انت كمان علشان تاكمل بالنوبة البركة فيك انت يا حاج كلام الرجالة في الاول وبعدين النسوان طيب ياختي على كل حال انا هبقى اكلم الحاج اسماعيل واتفي معها على معادة من حق النهاردة في الجامع في صلاة الظهر قاملت العمدة وبعدين خدي بالحضن وقعد يبوز فيا معرفش على ايه يعني معا ان انا مقابله من يومين وبعدين مسك فيا ولازم يعزمنا عنده على العشان انا مش فهمي حكاية العزومات اللي نازلت رفة علينا اليومين دول دي اقل ما فيها يا حاج الكل عايز يريضاك جراهة وليه شاكلك كده بقول انك عارف حاجة ومخبيها عارف ايه يعني ايه مش الحاجة مسعيدة كانت عندك انا من يومين ايه طيب دي كانت جاية عايزك يفقية جاية تخطب ولادك نعم ياختي ايه تخطب انا ما عنديش بنات عشان يتخطبوا ومال جاية تخطب ماجدي وبهجت ايه ايه ماجدي وبهجت ليه وجرية في الدنيا الدنيا تشغل بحالها ولا ايه ومين اللي بيخطب دلوقتي العريز ولا العروسة مش قلتلك يا حاج قال لي في دماغي حمره ما يطلع فاشوش ابدا بالك انت يا سعدية قاني النهاردة اللي اطمنت وارتحت طب ده ساعة الحاج سعيد مقرب مني وإحنا خارجين من الجامع وقال لي انه عايز يجيني بكرة اني ما صدقتش ومن كتر نهفتي كنت عايز اقول له يا ريت تجينا انت هاردة يا حاج سعيد يا عايب الشوم يا حاج ليه له احنا يعني كنا متلهفين اوي كده يعني ليه بنتنا بايرة ولا كانت البت بايرة لا ده انا كنت استعيبك اوي اوي يا حاج ده انت مهما كان برضو الحاج اسمعيه هو ده برضو كلام يا سعدية ليه هو اني صغير ولا اني صغير ثم اني بنت مهش بايرة ده حتى البت لصة صغيرة ومتعلمة احسنه علام يعني لو راحت تعيش عند اخوها في البندر هتتجوز احسنها جوازك اه بس اه بقولك ايه يا حاج هو مقالكش يعني حيجو بكرة انت حيجو بكرة بعد صلاة المغرب ايوة يعني يعني مقالكش حيجيب مين معاه يعني حيجيب مين يا سعدية حيجيب ابنه ويمكن من الست ابو مجدي كمان لا مش قصدي انا قصدي يعني مقالكش هو انهي ابني فيهم لا الحقيقة مقالش ولا قال كمان هو جاي ليه وبعدين هي هتفرق ايه ان كان مجدي ولا بهجت لا 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 ده تفرق كتير يا حاج ازاي؟ مجدي طول عمره في الارض فلاح ما سابش البلد ولا راح مصر انما بهجت بقى راح مصر ويتعلم في مصر وفي جامعة مصر وان شاء الله هياخد الشهادة الكبيرة وان شاء الله كمان حيبقى وكي النيابة طيب افردي ان النصيب كان لي مجدي هنقول لا 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 ده هنلا نقول لا واحنا نقدر نقول لا ده احنا ما صدقنا ان احنا الناس بالحج سعيد ده اللي هيقول عليه هنقول له موافقين على طول ولا انت رأيك ايه؟ رأي ايه؟ موافقين موافقين ونص كمان بس ايه؟ تفتكر يا سعدية ان الحج سعيد يكون عايزني في موضوع تاني غري الجواز طيب بعدين يا جماعة هنعمل في موضوع عزومة العمدة ده انت يا ابني على طول كده همك على بطنك يا ابني بهجة عنده حق يتبقى اكبر عيبة ده العمدة وقاربنا وعدين يا اوليه مش انت اللي عاصمينت ان احنا نروح نخطب لابنك طيب كنت قلت للحج اسماعيل انك هتروح له بعد سلات الدوك هندي روح يخطب ويره فانت عز الدوك والله هم عنده حق كنا روح نتقدينها عند الحج اسماعيل ونروح نتعشق عند العمدة هوني بقى ضربنا عصفلين بو حجر ولازمته ايه اصلا روح عند العمدة ما انتو عارفين ايه ورزيارة دي وبعدين خلاص هوني ابو طلع لشهول هونت كده دايما فقر يا مجدي هونت يا اين عشان هتاخد بنت الحج اسماعيل طب ما لايمكن تأجبني واحدة من الالت العمدة هونت كمان ناوي تتجوز هوني اخد فكرة بالزمة بعدها كلامي انت يا ابن راحت الشرع حطت ارض اوه مالو يا حبيبي خد فكرة زي ما انت عايز ولو حجبتك واحدة ابقى اقول لي انت بس ومالكش نعم ده برضك العمدة قريبنا وهوزتنا فتققنا ايجيتو للحق انا اصلح لي اناسب العمدة اهو راجل عليه الهيبة والقيمة من زي الحج ابو اسمعيل بس بعد ازلك يا ابقى انا خلاص اخترت شريفة ومش هتجوز يا ربا طيب يا فقالي على كل حال انا عايزك في كلمتين لان حولك موضوع مهمة ام انت وهي يلا 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 وضف الوقت وحضر الصفة يلا وانت يا بغني يلا بسرعة ايه ده هتجد السلي مين عليك ولا ايه يلا يلا ويه الحكاية الله عيشة دالي والساعة دخل على ثمانة نصوة ارايبك بسلامته من غاية دلوقتي ماجوش زمان هم جايين على الحج سعيد ما يصلي العيشة ويوضبوا روحهم وييجوا انت اكدت عليهم يا رايح يا راج مش انت اللي عزم الحج سعيد بنفسك ايوا خلاص يبقوا جايين هو الحج سعيد عمره سبع زومة لكن ما قلتليش انت حتفتحه النهاردة في الموضوع ايه اللي بتقولي ده ده العمدة اللي الكل عارف ان مقامة عالي زي انت عزان اصغر نفسه قدام اللي اسمه الحج سعيد لا 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 يا شيخ بلاش يا اخوة النفخة كدابة دي اه بلت تطلع لنا مناخيرك لفوق لحسن الحج سعيد يحس بيها وما يجاوبكش على كلمة حتى يا ساتر وعلى رأي المثل الكل ديك حاجة عند الكلب قوله يا سيدي ما بالك بقى ده اسمه الحج سعيد يعني عزان اعمل ايه؟ احب على ايده اقوله من فضلك يا حج سعيد قالي يا عيل من عيالك يجاوز واحدة من بنات بناتي لا حدش يا راجل قالك تأمل كده من عزان اعمل ايه؟ اين ايه؟ وهي الزغريت دي منين الزغريت دي؟ زغريت؟ لا ودي معقولة ودي تيجي يا حاج احنا لازم نتعشى اللي لدي مع بعض معلش يعفينا يا سيطة موالي اصلا العمدة عزمنا الليلة عنده على عشرة بقى ده كلام يا حج سعيد حد يسيم الليلة حلوة زي دي هنتعش فيها ويوهي تعش عند العمدة لا 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 نتبقى عيبة كبيرة قبل ولا عيبة ولا حاجة ان اصلي اخاف لاحسن العمدة برضو ياخد على خطره ولا حياخد على خطره ولا حاجة هو لما يعرف اللي هيحصل مش هيزعل وبعدين بقى دي العروسة هي اللي طبخى الاكل كله اللي لدي الله Juice العروسة اللي طبخة يا رايوك وأولاد خلاص بقى يا با ولا انت عايز الحق اسماعيل يزعل منك كلم يا باكت صحيحة بابا برضو يعني وبعدين دي العروسة اللي طبخة الأكل كله النهاردة بقولك زحلق العمدة النهاردة زحلق ايه زحلقه زحلق له زحلقه دي اغل ده تغلب يعني يا بابا قوله اللي سابق كلم نابا كلام دي صحيحة ولا انا صحيح حدث العمدة ده انا روحتي بنفس الحد دار الحق اسماعيل والستة المعالي ساقيتني في بيت الشرباط تعف يا حدث العمدة لسه حلوتها هنا في حانكي طب غور جاكنيلة شفت شرباط كمان جده يا فل اللي عمل غفير ما حدودك يا حدث العمدة إيه اللي عملتني غفير انجاري أنا شفتش جده يا حدو هرو شفت يا ستي شفت قريبك يا هانم وما زيحت لها وقلالات الأصل بس انا انا مش عارفة ليه الحج سعيد قرج ملحيتك كده وليه يا أخويا قلبه مصصفي ناحيتك بالشكل ده وانت عملت فيه ايه بو يمكن شائل مني من يوم حكاية جوازه بالمرحومة زينات طب وانت مالك انت نسها لما صبحة جات هنا وقعد تشكي وتوالوي ساعتها قلت لك من ناش دحو انت اتحمقت قلت لقى ازاي صبحة من دمينا ومن لحمينا اه عندك حق وهم في الآخر باعت زيناتها اللي ارحمها وهي سامنا على عسل واحنا اللي بقنا عدوين على رأيي المثل مينوب المخلص اللي تقطيع هدومه هدرش غني حاجة واحدة جامدة قوي الاكل اللي كلفنا شيء شوية ده مين اللي حتفعه دلوقتي طب اتفكر في الاكل يا راجل ولا في المصيبة اللي واقت على دماغنا بس انا مش عارفة ازاي الحج سايد يفطل علينا بنت الحج اسماعيل ازاي حقه بطلو ده واسمعو ده بطلو ده واسمعو ده خلاص ما عامنا بقى وطي قوي كده يا عمدة الوقتي ازاي صبحة تخب عليك حاجة زي كده انا مش فاهم لا ده لسه لها معايا دروة صباحية ماقولكش عليها ولا هم ما تسعالش نفسك اتطمن احنا لسه لينا واحد عنده واحدة مش فاهم يعني يعني ازا كان ماجدي طر من ايدينا يبقى لسه قدامنا باهجت واحسن من اخوه ايوا ايوا ده اللي بيقولوا كمان انه حيباو كنياب ايه يا جماعة اممالة اممالفين لعروسة كده من ساعة ما جينا يعني واحنا مش شايفينها مش حد يطلع عنده لها يقول لها تيجي عشان نبركلها وتتعشى معانا اصلحة يا اخويا مكسوفة مكسوفة؟ ده كلام يا ست المعرف كسف من ايه؟ ايش حالة ماكوتيش انت بنفسك بتيجي بالولاد وتقعدوا مع اعياني كمان ما انت عارف بنات اليوم من دول يا حج سعيد اه هو طبع البنات كده يا حج البت من دول اول ما تدخيتي بينزل عليها سهم الكسوف حتى لو كانت تعرف العريس قبل الخطوبة وبتقعد وتتكلم معانا لكن بعد الخطوبة بقى بتبقى حاجة تانية شهادة للا ما فيش اريح ولا اجمل ولا احلى من بنات مصر البنتي من دول في الاول تبصت لقيها مكسوفة واول ما تسمع خبر الجواز ما اقولكيش بقى تهزر وتضحك وتقليبها مسخرة ايه المسخرة دي؟ واحنا ماننا احنا وما البنات مصر دوليهم سلويتاني يا اخويا شوفت يا باجل اهو بكلامك ده ظلمت كل بنات مصر ولا ايه ابا؟ ايوا ايوا صح صح يا ابني بالعكس بنات الناس الكويسين بنات الاصول ما فيش زيهم في ادبهم وفي اخلاقهم كمان عندكم مثلا بنات كمال بشا الزعفرة ما شاء الله عليهم بيجوا هنا بأدبهم ويمشوا بأدبهم لا ونفسهم حلوة وبيحترموا الصغير قبل الكبير يا سلام يا سلام ونعمة الناس والله دول متربيين احسن تربية ومتعلمين في مدارس الخواجات والله اسمتوا معلن في مدارس الخواجات وبعدين عشان كده الخطاب عليهم زي النعمة البنت الكبيرة اتجوزت واحد معاه فلوس تشتري الكفر ده باللي فيه والله اشتري الكفر باللي فيه بابا ايوه ما قولها واغني للدرجاتي ما قولها خاني قوي ربنا يديك يعني ناس اغنيها وقواتم بجد يعني ايوه يا جماعة انتو خرجتونا من الموضوع اللي احنا جايين اصلا نتكلم فيه ايوه العروسة فيه اطلع يا سعدي اطلع يا نادي بنتك وقولولها تيجي تاكل لقمة مع عرسها وانتو لو قولتو لها كده مش هتنزي يا سلام يا اخوي ليه بقى لا ما لا ما حسل يعني انتو مش قلتو ان هي بتتكسف من عرسها جلقية يا شريفة انتو لس قاعدة في سريرك ايوه ما نزلتش لا طب دا الجماعة تحت قاعدين مستنيينك عايزين يشوفوك هو يعني ضروري يا اما بقى بالزمة دا شكل واحدة تقارد فتحتها من شوية ايه يا بيت في ايه مفيش حاجة مش عاربك عرسك طب دا انتو تفتحتلك طقت القدر اللي لاتي طقت القدر على ايه بقى دا كله اكتامي على ايه على مجد بن الحج سعيد طب دا انتو بكرة تشوفي الكفر كلاتو بقناتو هيحسدوك عليك انا يا اما انا كنت عايزة اقولك يعني في ايه يا بيت ما تقولي بصراحة بقى يا اما انا مش عايزة اتجوازة دي يا لحوي يام سابتي انت يا بيت تجننتي في حقلك هو انت مش كنت مبسوطة لما عرفت انهم جايين يخطبوكي في ايه ايه اللي جارة يام انا كنت مبسوطة علشان كنت فاكرة ان بهجت جاي يخطبني مش مجدي وتفرق ايه تفرق ايه ان كان بهجت ولا مجدي لا ما الاتنين اخوات والاتنين ولاد الحج سعيد لا ياما لا ياما يفرق كتير قوي بهجت دا حاجة تانية خالص لا تانية ولا تالتة يا اختي ابوكي خلاص انا فاتحيتك مع الحج سعيد على مجدي واتفقوا على كل حاجة وزمان الكفر كله داري ويعني انتو بقى كنت اخدتوا رايي في الجوازة دي؟ عشان عمرك ما هتلاقي جوازة زيها يا حبابتي دا انت واحدة غيرك ترقص كده وتفرح واتزقطت بلاش دلع يا حبابتي يلا يلا بلاش دلع اقلع الهدوم الغامقى دي والبسلك كده في وسطان فرايح وهندمي نفسك كده وانزلي يلا تعشي مع عريسك بلك انت لو ابوكي داري باللي انت بتقولهولي دا هيتربق الدار دي كلتها باللي فيها فوق دماغي الله 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 اهل البنتنا وعروسيتنا الجميلة مش تقود يا بنتي معنا علشان تتعشي ولا ايه؟ لا حاج تقودش معنا بقى تقود مع عريسها ايه والله عندك حق طب يا بنتي اعودي جنب عريسك انا عارف ايه الكسوف اللي نازل عليها دي اعودي يا شريف اعودي يا حبيبتي جنب عريسك موسيقى الله ايه جرى ايه يا جماعة انتو ما بتاكولوش لايه؟ انتو محتاجين عزوما؟ جرى ايه يا مجدي يا حبابي ما بتاكلش له يا خوفيا كول كول انت مكسوف؟ لوقتي مجدي بتكسف وقبل كده الشواء بتتكسف مش لازغر انا بس اللي تكسف وما قلش ايه وجهتك ايه يا بكة تفندي الشهادة لله الاعدى معاك كلها ضحك وفردشة اللهي ما انا عارف الولى بقى كان بيجيب الشقاوة دي كلها منين اللي يشوفه ويشوف اخو مجدي مايقولش دول اخوات اباد يا اخو يا الهي خلهم لك يا رب ويطرح لك فيهم البركة جرأي يا شريفة حطي لعريسك لحمة يا انا عليك يا بهجة ما انت لو عريس كان الاكل قدامك بعد كده ده انت بخلم البركة يا حبيبي معقولة خد كل كل احرمش منك يا حمات اخويا طب ايه رأيك بقى انا لو كان عندي بنت تانية ما كنتش هسيبها تتجوز غيرك ابدا يا حضرت الوكيل ولا ايه يا معالي الاول اولك يا حاج يا جماعة انت عاملين تمدحوا فيا تمدحوا فيا زي ما كنا انا الواحد اللي هادعى التربيزة ما تقدوا شوية للعريس يا اخوها العريس خلاص ربنا كرم ولا اعروسة اتجاد عن انت وشوف لك عروسة حلوة زي عروس تخوك كده مش قادر اعرف ايه اللي خلا شريفة طعيط اللي لادي بالشكل ده دموع الفرح ولا انت متعرفش يعني ايه دموع الفرح انت عنده كمك هي مسلك كل ما بتحزن بتعيد وكل ما بتفرح برضو بتعيد مشاعر فيارضة احسيس عالية لا بكت انا احساسي بيقول ان فيه حاجة حاجة زي ايه يعني مش عارف معانا راعرف ايه كنت استريحت بس ايه اللي حصل اللي لادي ده مش طبيعي يا عم كبر دماغك بقولك ايه انت بتحب البيت والبيت برضو بتحبك كبر ايه ده طب تشرب سجاير اخص عليك يا مجدي انا عاشة بسجاير برضو انا بدخ انا لو اعرف بس ايه اللي خلاها طعيط كنت استريحت حاجة غريبة تكونش البيت مش رايدة الواد وابوها وامها غصبوا عليها غصبوا عليها ايه يا وليا كنت حتلاقي واحد زيه لو ادمك ده ده كفاة يا امو ابن سعيد الزواني كله اللي كده القلبه مايريد وكنوز الدنيا ما تخليش الواحدة تحبه واحد معي ياش رايداه ايه ده كلام فارغ يا وليا المهم الفلوس ايه الفلوس يعني لازمان لما جوم يجاوزو كليا لو كنت عرفت ان انا معيش فلوس كنت هتوافقي طب والنبي كنت حوافق ده انا اول ما شفتك قلبي كده رف رف زي الحمامة مع انك وريتني ايام اسود من قرن الخروب لكن على قلبي زي الحسل يا سبحان الله ده ايه الكلام اللي الله طلعه ده انت بجيب الكلام ده منين يا وليه طب تسدد والنبي لو بسألوني تاني عايزة تكوز ميت هاقول انت هو انا حلقيرك لغيرك يا لاو يا سعيد انت انا كنت بغير عليك غيرها بغير عليك من نسوان الكفر كلاتهم انا نفسي جدا عرب بس الكلام الملاوة اللي هي الوجهة ده انت جابها من ايه؟ من الغناوي شوية كده من من غنهوة الست المكالسوم على عزة ليلة مراد وهي بتقول لها الست المكالسومكة بتقول لها اهل الهاوة يا يهل فاتوا ما ضحجهم ياولي انت بتنهيلي بتعمل ايه؟ انت ناقص تتحزمي وترقصي ده مملو يا اخويا مش رجلي لو عايز نرقصتك هرقصلي ياولي يا احترمي نفسك ولادك بدأوا يتجوزوا يعني شوية والأيال هاقولوليك يا ستي وعتبقى جدا وملو يا اخويا القلب ريسة شباب شباب؟ ايه شباب اللهم طب قفلي قفلي على السيرة دي سري تحبقاه السيرة اللي باب اللي في دماغي تفتكر ان البيت دي مايش عايز الوات مجدي فعلا ايوة 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 ايه يا بيت؟ معناته ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انت ياما مستقلتيني؟ انا بقى بقولك الحقيقة وانا لو شايفة في مجدي عيب كنت استريح ياما مجدي مفهوش عيب لكن بصراحة كده انا كنت فاكرة ان باكت هو اللي حيج يخطبه انا كمان كنت فاكرة كده لكن رجعت وقلت في نفسي تفرق ايه؟ بهجت اخو مجدي ومجدي اخو بهجت ولتنين ولاد الحج سعيد طب بلك انت تحتى مجدي كده عائل وراسي وفاهم كل حاجة تحتى بهو شغاله معاه في الارض عشان كده وعارفة بقى مجدي هو اللي هيبقى كل حاجة في عبه بهجت ده اللي بتقولي عليه هتلاقيه مش فاهم اللي ليه ولا اللي عليه ياما بست بهجت ده حاجة تانية خالص بهجت متعلم هياخد شهادة كبيرة وهيعيش في البندر ياما ده كفاية بقى انه هيبقى وكي نيابا حلو كل ده كويس لكن في الاخر الارض هتروح لمن؟ عارفة بهجت اللي انت شايفها ده مفي ازايه هتلاقيه مش عارف حاجة ومش هيفيده علامه يعني ايه بقى يا اما؟ انت ناسي ان انا كمان متعلمة ولازم اتجاوز واحد يفهمني وحد قالك يعني ان مجدي ده مبيفهمش لا يا بنت ده بيفهم وبيفهم قوي بيفهم كل حاجة كمان عشان كده ابوه شغله معاه ياما جايز يكون مجدي ده بيفهم في الزراعة في البيع في الشراء لكن غير كده بقى مجدي مبيعرفش انا خلاص تعبتي منك مش عارفة انت عايزة ايه بالزبط بصراحة ياما انا كنت عايزة بهجت طب يعني عايزة انا نعمل ايه؟ عايزة بوك يروح للحج سعيد ويقول له معلش ايه حاج بنتي مش عايزة مجدي عايزة بهجت طب قداري عامل كده وجه بقى بهجت ده مرضش بيك لا ياما حيرده كرا ايه يا بيت اهلم عشمك قوي كده انا عارفة عارفة؟ عارفة ايه؟ هو قالك حاجة؟ ما تتكلم يا بيت انطاقي خليني ارسي على بر ده حقيقي واللي انا بقوله مش هرجع عنه الله انت مصمم تهيننا بقى يا عمدة منها ده مش ايه هذا انا بقول الحقيقة في ايه يا حضرات العمدة انت مش شايف ان ده كتير شوية واللي عمله يا ابوك ما هو قطر من كتير انا مش فاهم ايه اللي انا عملته يعني عشان تهيننا وتقولوا علينا كلام وتقول كمان ان احنا ما بنحطش في عيننا حتى عصوت مرحة وما عندكوش دم كمان ديش ديمة وتهزيق اه مع ان انا مسك نفسها يا عمدة والله اعلم عشان القرابة اللي بيدنا وبس اني يا قرابة بتفهم انت في القرابة ولا تعرف اصولها حتى في ايه يا عمدة انت ما انت عارف ان ابو ياطله عمره بيعرف في الاصول كويس لو كان بيعرف في الاصول كويس مجالش نروح لنا صغر وطلب بيخطب لولاده من عندهم انا ما عرفش انك قلبت خطبها يا عمدة لا بقى تلزم حدود انت البس عشان ذا ماتش اما تلزم قدودك انت الاول ثم ان عايز اعرف انت زعدان ابو كده ليه عشان انا روحت للحب اسبعين وخطبت من عنده ايه ما هو دشارع ربنا ولا كفرت انا يعني ثم يا عمدة القرب وميريد الواد هو اللي شاور انا ما غصبتش عليه قد تغصب عليه بدل ما انت قاعد تتقصى علي كده اغصب يا اخه الله قول لي انت اب انت ولا خيال مات ثاني يا عمدة هنلجع على الغلط ثاني فيخ هو كان بنات العيلة خلصت ولا انته بس هننزل القرع تمده البر بنات العيلة اه اذا كان حرقيتك دي عشان بنات ولادك فالواد ما شاورش على حد منه ما تساول له انت لو بيتين فى القصول تساول له ما شاول لمين ده يا راجل يا عمدة راجل حر نفسه مش بنت هجوزه انا بمزالين بصراحة كده يا عمدة انا شايف انك ظلم ابيعف فى الموضوع ده انا اللي اخترت اذا كنت عايز تزعل من حد فازعل منه انا انت انت عايز اللي رحت ولا جيت الغلط غلط الكبير اللي ما عملش حساب الاكبر منه الاكبر منه قمناقtaa لا اكبر من مين عمدة ها تكبير فى الزن يو بس مش كبير علي انا